السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم ومساكم كل خير معكم OWB Watch اليوم رح يكون عندنا استعراض لموديل من شركة سيكو بريساج شارب اج طبعا الموديل اليوم رح نستعرضه هو هذا الموديل هذا الموديل طبعا الموديل مميز موديل جديد من فئة الشارب اج واخر اصدارات الشارب اج الخاصة بشركة سيكو بريساج الموديل اليوم رح نتكلم عليه هو الموديل اليوم الي رح نتكلم فيه مع بعضه نشرحه رح يكون SBB 275J مدين شابان يحمل كاليبر نمبر اللي هو 6R64 طبعا بالنسبة لهذه الساعة أو بالنسبة لهذه القطعة الجميل الفنية رح يكون طبعا تحمل كاليبر اللي هو 6R64 طبعا هذه بتكون Automatic Manual Winding وهند ويندين طبعا رح تكون بالتعبئة اليدوية وعن طريق الحركة مثل ما احنا شايفين بالإضافة طبعا رح تكون بالنسبة للمكينة أكيروس أو في عندنا دقة للمكينة بتكون ما بين 15 إلى 25 ثانية يعني مرة كذا ومرة كذا بس هذه الساعة بتكون دقيقة أكيد طبعا بالنسبة للPower Reserve أو الوقت الاحتياطي لهذه الساعة بيكون 45 ساعة Power Reserve وأيضا رح يكون فيه Inducator يوضح لنا الوقت الاحتياطي الخاص بالساعة اللي هو هذا الInducator بيكون 45 ساعة Power Reserve ورح يكون موجود على هذه الساعة طيب بالنسبة أيضا للساعة ككل رح تكون طبعا من Stain Steel مصنوعة كاملة وأيضا معمول عليها اللي هو BVD أو معمول عليها بمعنى صح اللي هو Super Hard Coating الصبغ داخلي محطوط على الساعة تم تطويره من شركة سيكوب حيث أنه يعطينا الصفاوة هذه البياضة هذا وأيضا يكون مقاومة للخدش والخدوش طبعا نسبة مقاومة الخدوش بتكون ما بين 70% إلى 60% على حسب طبعا اللي هو نوعية الخدش ولكن رح يكون مقاومة الخدش بالنسبة لهذه الساعة وبالنسبة لهذا المعدن المستخدم طبعا بالنسبة للزجاج المستخدم أيضا رح يكون تبصفاير كريستل على أساس أنه يعطينا مقاومة الخدوش وامتصاص للإنارة مثل ما احنا شايفين مع بعض نشوف مع بعض زي كده وأيضا رح يكون رح يكون أيضا البيزل السيراميك السيراميك بيزل طبعا في إنارة ليلية رح تكون في الهاندس موجودة في هذه الساعة مثل ما احنا شايفين وأيضا رح يكون بالنسبة لتحمل للماء رح يكون 100 متر بالإضافة طبعا إلى الثكنس رح يكون 13.70 أما بالنسبة للديميتر رح يكون معانا الديميتر 42.2 وأيضا رح يكون لكتو لكت 49.20 طبعا بالنسبة للساعة ساعة مميزة رح تكون فيها إمكانيات جميلة مثل ما احنا شايفين كوالتي عالي جدا وطبعا الشارب ايج احنا تكلمنا في موديلات كثيرة عن الشارب ايج وآخر شي تكلمنا عليه اللي هو الليمتد ادشن اصدار زيرو اللي هو اللي تم تصميمها من شركة زيرو الخاصة بالحقائد والشركة العالمية العريقة صممت لنا ثلاثة إصدارات أتمنى أنكم ترجعون لها عساس أنكم تشوفونها وتشوفون أبرز مزاياها وأبرز تفاصيلها وأيضا في نفس القناة احنا استعرضنا كذا موديل من الموديلات الجميلة لشركة سيكو بريساج اللي هو طبعا إصدار الشارب ايج طبعا الشارب ايج فكرة أنه راح يكون الشارب هنا معمول بطريقة حادة فما أطيتنا جمالية أكثر طبعا اسمحوا لي شوية دقية بس نضف الساعة لو سمحتوا لا تنسونا من لايك والشير وسبسكرايب هذا مهم جدا ودعمكم طبعا لنا في القناة طيب نشوفه الآن مع بعض مثلا ما احنا شايفين معمول بطريقة جميلة الكيس طبعا خلينا نعطي شوية الآن الكيس مثلا ما احنا شايفين معمول بطريقة مميزة مثلا ما احنا شايفين حتى أرضية الميلة معمولة بطريقة طبعا اللون سبرسو معمول بطريقة جميلة بلونين مثلا ما احنا شايفين الشارب جدا رائع طبعا سيكو محفورة على الكراون وإيضا مثلا ما احنا شايفين عندنا برضو اللي هو البيزل بالسراميك نعمول بطريقة جميلة ساعة رائعة سبرسولون مع روس جولد نعطينا شكل جمالي ومميز جدا طبعا بالنسبة للساعة ككل كأرضية للميلة بيكون في عندنا طبعا كلمة سيكو اللي هو الشركة وأيضا في بريساج الموديل وعندنا طبعا جيم تي اللي هو جيم تي طبعا الساعة هذا فيه سيك سانز في عندناadan هانز الخاص بالساعة وعندنا اللي هو التاريخ وأيضا وأيضا زيار لومتنا وحب توقيت دولة ثانية ممكن تضيفة عالية ما عندك مشكلة يعني مشارط جرينيتش يعني الشكل القفر رح يكون بهذه الطريقة نفس ما تعودنا من شارب ايج بيكون شارب وبيكون معمول بطريقة مميزة وجميلة أيضا محفور شعار الشركة هنا مثلا نحن شايفين شكل الساعة جميل نعطيكم برضه الكيس باك معلومات الساعة محفورة بشكل كامل أيضا تبدوون تشوفون اللي هو خلفية أو أرضية الساعة وخلفيتها المكينة محفورة بشكل مثل ما انتوا شايفين بشكلها مره جميل مميز اللي حاب يطلب هذه الساعة لها تتردد ساعة مميزة كلاسيكية تشوفها اللبس طبعا مقاس يدي 42 اللي حاب يعرف عن مقاس يدي 42 شكل الساعة جدا جميل ومميز طبعا ممكن تلبسها طبعا هذه ما تجي صراحة كاجول ولا تجي سبورت هذه ساعة رسمية ممكن ساعة رسمية هناك خليجيين يكون في قلم غزقه مع طبعا كبك بيفرق واجد الشكل مميز وفكنس وجمالية رائع جدا ليس على الاستسام اتمنى منكم التواصل معنا على وقام موجودة للحسابات اتمنى فاديو ديوم يكون عجبكم شكرا لكم حسن الاستماع اتمنى لكم ليلة سعيدة وامسي الممتعة في امان الله اشتركوا في القناة